أنا عايزة أفهم من حضرتك مبدئياً من الناحية القانونية إلغاء القرار الوزاري السابق المنظم لرؤية الطفل أنا عايزة أفهمه منك والمشاهدين كمان يفهموه عشان ما يحصلش خلطة عند الناس بسم الله الرحمن الرحيم هو القانون الرؤية لما صدر نص المادة القانونية إدى حق للمحكمة بإن هي تنظم موضوع الرؤية إذا تعذر تنظيم واتفاق نص المادة بيقول كده يعني يتم التنظيم الرؤية بين طالب الرؤية اللي هو مثلاً هنقول المطلق وبين الحاضنة إذا هم اللي اتنين اختلفوا مع بعض في تنظيمها اتفاقاً نظمها القاضي السيد وزير العدل أصدر خمس قرارات منظمة بالتفويض اللي صدر له وفقاً لقانون القصر طيب أنا النهاردة هتم الرؤية وفقاً للقانون طيب هتم الرؤية إزاي وفين والكلام دوت اللي هي القرارات اللي هي عايزة أقول إيه اللوايح المنظمة أو القرارات المنظمة لعملية إجراءات تنظيم الرؤية السيد وزير العدل تدخل في بذلك القرار وهو 1087 واستحدث مادة قانونية ما كان له التعرض لها أو يستحدث مادة قانونية هتقول إيه إزاي هقول لك سيد وزير العدل أو أي قرار وزير العدل ده سلطة تنفيذية وأنا هقول ليه وزي ما الحكم قال ليه إنت سيب الموضوع ده للقاضي هو يقضيه كيفما شاء في المكان اللي هو شايف أنه هو يتناسب مع حالة الطفل ومع حالة الرؤية ما تحدد ليش أربع أماكن زي إيه الأربع أماكن زي مثلا النواد الرياضية اللي هو حصرها في النواد الرياضية مراكز الرعاية رعاية الأمة والطفولة الحضائق العامة النواد الرياضية مالكش ليه لأن في بعض الأماكن مش موجود فيها هذه الأماكن ومن ثم فبيشق على الحاضنة أنه تنتقل بالطفل ليه ممكن أب معاك أب معاك هل ده ليه حق في رؤية الطفل ولا لا طب أنت لما تيجي تحدد لي أنه هو لازم ينتقل إلى نادي الرياضي أو مركز رعاية الشباب أو خلافه يبقى أنت كده استحدثت مادة قانونية مالكش أنت فيها أنت تحدد يعني إيه تحدد يعني تقولي النادي مفتوح أو أو مثلا الرؤية بتتم أيام إيه أو مش أيام إيه مفيش مشاكل ممكن تقولي هذا الكلام لكن تستحدث أنك تتحدد أماكن على سبيل الحصن وبعدين تستحدث لي برضو المدة تقولي لا تقل عن ثلاث ساعات ما يمكن القاضي شاف أنها ساعة كويس وبعدين ممكن القاضي يدي عشر ساعات يدي خمسة عشر ساعة كل هذه الإجراءات أنت تتدخل بلائحة أو بإجراءات معينة أو قرارك يتضمن إجراءات معينة لكن ما تحجرش على القاضي وتقيده ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية